اشتركوا في القناة 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 فيه ابن كبير في إيطالي حاليا والصغير هو اللي عايش معايا بس طيب تمام الصغير ده النهاردة بنتكلم هو سنه في حدود 20 سنة بيبقى موجود معاك بشكل مستمر يا مدام حنان لا والله والحمد لله خلص وبيشتغل دلوقتي حاليا في نفس المحافظة معاك طبعا معايا ممكن معايا في نفس طيب نرجع بقى للحتة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها مثلا مواصفاتك في الشخص اللي انت عايزها واللي انت بتسعي ان لو ربنا كرمك بحد يكون فيه المواصفات دي يكون هو ده الشخص اللي تكملي معايا بقية مشوارك وحياتك ايه هي المواصفات بتاع الراجل اكيد ليه مواصفات يعني معينة او خاصة جدا انا حبها في الشخص اللي هتقدم يعني تمام يعني اكيد كل واحدة اللي همزو ما بيقولوا فتأحلام اكيد بس ما تتعاقش عليا معلش لاني فيه تقدملي كتير جدا ولا واحد من كل تقدمولي شخصيته عجبتني لاني ليه مواصفات خاصة جدا زي ايه مثلا اهم حاجة اهم حاجة اللي هو يحترمي يكون ويصني وبرضو يخلي باله من ولادي يحترم ولادي ويحبهم تمام فده صعب جدا متى يقلد الوقت يعني الرغبة الاساسية بالنسبة لك ان الشخص اللي يتقدم انه هو في المقام الاول الاخير يحترم الست كست ايه وفي نفس الوقت يحترم خصياتها واولادها اكيد طبعا عشان يبتدي تحس بالراحة النفسية معا طيب دي حاجة كويسة في معايير معينة للسن يعني انت نحضر ده مثلا السن بتاع الشخص اللي بيتقدملك هايبقى مثلا اللي ممكن يكون في سن كده مقربلية يعني تمام لو اكبر شوية اه ماشي مفيش مشكلة اصغر شوية مفيش مشكلة لا مفيش مشكلة طيب الحتة اللي بتشغل الناس كتير قوي الحتة المادية هل يترى النهاردة في بعض الناس بتتبعنا وبتتخيل ان مجرد ان الست النهاردة مجتمعنا كمطلقة او ارمالة ملهاش طلبات وهل يترى فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا انا عايز بس اوضحه للمشاهدين لان دي نقطة بتلفت نظر ناس كتير قوي بتهتم بيها وبتتسأل عليها باستمرار ان هم متخيلين ان مجرد ان هو هيوفر سكن خلاص انتهت على كده الموضوع هل يترى فعلا الوضع بنفس الصورة اللي حديك اللي انا بشرحها ولا مختلفة يعني اهم حاجة الضمان الضمان بالنسبة لك هيبقى ايه الناس كتير قلت لا ما هي ارمالة او المؤرمالة لا هي عتوز اجر سكن وحياة يعني كريمة لكن لا بالعكس ما كانش تتوفر فرصة كويسة وفي نفس المستوى اللي انا كنت عايشة فيه اه انا كنت عايشة حدودك في روما يعني وكان ليا برضو صحابي وكان ليا دنيتي وجزء اللي يرحمه كان كريم وكان درجة وما تتخيلها يعني وكمان كمان اكبر شفه في روما كانش اي حد فكان فيه مستوى انت كنت عايشة فيه كان عالي جدا بدليل ان كان واخد الاسرة وكان واخد الملاد وكان واخد زوجته معه فده اكبر دليل ان كانت العيشة كانت في الفرصة دي كانت متأثرة جدا لان فيه ناس كتيرة جدا يا جماعة لما بتسافر بتبقى صعب عليها ان هو يقيم وياخد عيلته او ياخد أسرته فده دليل انه هو العيشة اللي كانت موجودة فيها مدام حنان كانت على مستوى كويس طيب حتة مهمة جدا فيه ناس كتير قوي بتسألني عليها الزوجة التانية هل لو توفر شخصية مناسبة وملأ مليكي وعايز يرتبط بيكي بس هتبقى زوجة تانية بالنسبة له هل ده بالنسبة لك وارد؟ هو وارد بس يعني أكيد لها شروط في الموضوع ده أكيد ما يحصل مشاكل من ناحية تانية بعيد عن أي مشاكل يعني هيبقى فيه عيشة مستقلة بعيدة خالص كل البعد عنه ما يحصلش أنا أي مشاكل يعني كنت أنا بعيد عن كل حاجة طيب عايزك تدربيلي مثل ونسمع المشاهدين ونسمع الناس اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا لو في حد من الناس صحباتك أو معارفك حد حصلوا الجواز في الفترة اللي فاتت وكان فيه مثلا طلبات مادية طلبها أو الحاجات اللي هي متعارفة كدهب كمهركة مؤخر صداق حاجات من هذا القبيل اللي هي متعارفة بالنسبة لنا ايه هي الحاجات اللي النهاردة ممكن ندربيها مثل لو في حد من صادقاتك أو في حد من قرائبك أو معارفك ارتبط وكانت ظروفه قريبة شوية من ظروفك مثلا على سبيل المثال كدهب والله أنا عندي صحابي كتير جدا برضو في نفس الظروفي أو ممكن تكون مطلقة بس يعني لأ بيجي لها ناس كويسة جدا وهي بتطلب كمان وشبكك كويسة جدا يعني مثلا ممكن نتكلم مثلا في حدود قدية كم جرام دهب مثلا للشخصية 150 تقريبا مش عارفة والله بس بحدود يعني مبلغ يعني قادر فنحن بقول لها حتى كله بيستغرب أنا ما كان لها طلباتي من في الحد بيجي تقدملي فكان إخواتي أو كانت طب يعني مش كتير قلت له لا مش كتير إحنا ليه بنتطلب الطلبات يا جماعة برضو أنا حابب إن احنا نوصل الصورة دي للناس في بعض الناس النهاردة اللي بتشترك معنا واللي النهاردة بتيجي تتكلم معي في مبدأ الجواز بتبقى عايزة لاستقرار فتطلب طلبات تضمن الله لاستقرار إن الجواز ما يبقاش لمجرد المتعة وبعد فترة من الفترات كل واحد مننا يختلف لسبب أو لآخر ويبتدي ينفصل وتبتدي النهاردة يتحسب على الست أو على الراجل الجواز فبن هنا السيدات عادة كلهم أنسات مطلقات أرامل بيحاولوا قدر مستطاع إن هم يوصلوا للنقطة اللي احنا بنتكلم عليها إن يبقى ليها حاجة بتأمنها عشان ما تبتديش النهاردة يتحسب عليها حاجة وتبتدي من هنا تواجه مشاكل بسبب الأمر ده فزي ما بنقول كل واحد النهاردة بيحط النفسه مستوى معين للاختيار عشان يبتدي بيه يوصل لعيشة كويسة ومن هنا يبتدي فيه يعلن فيه تقدير للشخص اللي النهاردة بيبتدي يتواصل معاه طيب يا أستاذ حنان لو إحنا النهاردة على سبيل المثال هنتكلم كدهب إحنا تكلمنا في حالة مشابهة حالتك أو حد من أصدقائك كان عنده نفس القصة وارتبط وكان في حدود مثلا 100 جرام 150 جرام هل بيبقى فيه شروط تاني مثلا في الجواز مثلا بيقعد الناس بتطلب المهر أو فيه ناس بتتكلم يعني أكيد كويس فيه بعض الحاجات اللي بقى يابيلها بتقول مثلا عايزة شقة وتبقى باسمي وحاجات من أعزب قبيلة حضرتك مصص بسيط أنا ابني مثلا على فكرة ابني كبير موافق جدا وقال يا ماما دي حياتك وأنا أتمنى لك أنا خايف أسيبك لوحدك برد أخويا ما بقاش معك فارتبط بإنساني يحافظ عليك يكون كويس يعني حسيتم الولاد بردو اللي هم بردو موافقين وهما معاي على فكرة تمام تمام وغير كده كمان يعني آه أكيد يعني المتطلبات أنا أنا بطلبها دي مش كتير في ظل ظروف في ظل ظروف وكمان وكمان عندي ابني بردو إفرد حصل أي مشكلة طب أنا دلوقتي أرجع للمين أو أعمل إيه طيب معنا اتصال نستأذر حداتك ونشوف اتصال أيوة ألو أيوة سلام عليكم عليكم السلام أهلا وسلام بحضرتك نتعرف بيكي بس مبدين أنيسة ولا مطلقة ولا أرملة لا أنا أنيسة أهلا وسلام بيكي طيب أنا بحضرتك نعرف بس تفاصيل أكتر عنك هتسمحي لي أن أنا أسألك وإنتي تقول لنا المواصفات بتاعتك عشان نعرفها للجمهور والناس اللي بتتابعنا السن بتحضرك قد إيه أنا سني 37 37 سنة طيب المواهل الدراسي أنا معي دكتوراه ومشتغر في الجامعة أهلا وسلام بيكي طبعا إحنا سبق لنا أن إحنا أعلننا عن حضرك في الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عنك واتكلمنا عن المواصفات بتاعتك والرغبات بتاعتك فإحنا هنعيدها تاني لمشاهد عشان نبتدي نوصل الصورة للناس اللي النهاردة بتتابعنا طبعا يا دكتورة إحنا النهاردة عرفناك المرة اللي فاتت بسن 37 سنة وإن نحرك دكتورة وإن أنت تشتغل في الجامعة زي ما أنت ما قولت من شوية وقلنا أن أنت أنسة محافظة المنصورة تمام تمام مواصفات اللي أنت كنت طلبها للشخص اللي إحنا بنتكلم عليه أو شرك عياتك اللي أنت نفسك تقابليه واللي أنت تشوفيه هاستناكي بقى أنت تقوليها للمشاهدين أنت مواصفاتك أو رغباتك بالشخص يا دكتورة يعني يكون معاه مؤهل عادي تمام ويكون أعذب أهم حاجة طبعا تمام سنه مثلا زدش عن 45 يعني أقل من 45 ناشئ بس زدش عن 45 تمام من أي محافظة يعني بس معد الصعيد طبعا تمام زي الفل حتة الأعذب المطلق أو الأرمل أو الزوجة التانية بالنسبة لك ده وارد لا 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 مش وارد خالص هو أعذب بس أعذب بس لما يسبق له الجواز تمام إذا كان من القاهرة أو من إسكندرية أو من المنصور لا مفيش مشكلة مفيش مشكلة أو برا مصر مفيش مشكلة لا لا مفيش مشكلة خالص أهم حاجة بالنسبة لك إنه هو يكون حد يكون مستوى العلمي معاهل عالي وإنه هو يكون ميسر الحال وفي نفس الوقت يكون عازب ده شرط أساسي بالنسبة لك آه طبعا صح كده؟ مضبوط طيب في أي مواصفات تانية دكتورة حاب أن أنت تطرحيها على الناس اللي بتتبعنا النهاردة؟ لو برضو غير مدحن يبقى حاجة كويسة طبعا أنا بشكر حضرتك وبتمنى أن كل الناس اللي النهاردة بتشوفنا وبتتبعنا يعني نوصل الصورة بتاعتها لكل الناس اللي بتتبعنا بحيث أن لو في حد يتناسب مع الدكتورة ويقدر النهاردة يكون على نفس المستوى اللي هي طلبها هيبتدي يتواصل معها وإحنا النهاردة بنعمل إعلان تاني للدكتورة برقم التلفون اللي هو نازل موجود معنا على الشاشة ومن هنا هي دي الطريقة اللي احنا بنحاول إن احنا نساعد بها كل الناس اللي النهاردة اللي جاءت لنا واللي النهاردة شركت معنا شكرا لك يا دكتورة شكرا لاتصالك طبعا يا جماعة زي ما احنا ما قلنا من شوية احنا بنحاول قد مستطاع نوصل للناس حاجة مهمة جدا أو أنا يعني بشكل عام بحاول قد مستطاع ان احنا نوصل الصدق للناس النهاردة بنستعرض حالتين الدكتورة معنا 37 سنة واتكلمنا عنها واتكلمنا عن طلباتها وعن رغباتها وحطينا لها رقم تلفون على الشاشة عشان اي حد من المشاهدين يبتدي يشوف ان هو يتناسب ظروفه مع ظروفها فيبتدي يتواصل معه ده بحط تحته الف خط ان ده دليل مصداقية الامر اللي احنا بنقدمه والطريقة اللي احنا بنحاول ان احنا نساعد بيها الشخص اللي بيبقى ومشترك معنا طبعا معنا الاخت التانية مادام حنيان وهي ارمالة وموجودة معنا بنفسها وبذاتها وبتكلم عنها وعن ظروفها وعن طلباتها وعن رغبتها طبعا ده اكبر دليل على حتة مهمة جدا كلمت عنها من شوية هي المصداقية اهم ما في الامر واهم حاجة انا بحاول اوصلها المشاهد ان كل ما كنت بتحاول توصل للناس بجد بشكل صادق كل ما هتلاقي استفادة كبيرة جدا وهتلاقي بإذن الله بتوصل للناس بشكل كويس طبعا مهمة جدا يا جماعة زي ما بقدم الناس النهاردة بحط الدكتورة رقم تلفون لها لازم نوصل الرسالة دي للناس ان النهاردة اي حد النهاردة عايز يتواصل للشخصية يبتدي يخش من المدخل الطبيعي بتاع ان هو يقدم نفسه بشكل كويس ان هو النهاردة يثبت للدكتورة مثلا على سبيل المثال جديته في الجواز جديته معناها ان نمرة واحد لازم يكون مشترك زيها زيه عندي ده نمرة واحد نمرة اتنين ان النهاردة لازم في صورة بطاقة وصورة شخصية بتوضح بيانات الشخص راجل او ست النهاردة بيبتدي نستعرض الدكتورة بس في النهاية لها بيانات مؤكدة عندي من خلال بطاقتها من خلال النهاردة كل ما يحتوي سنها او النهاردة المحافظة اللي هي منها العنوان فبالتالي الشخص اللي النهاردة هيتقدم لها لازم هيكون على نفس المستوى بتاعها لازم النهاردة تأكب من بياناته الشخصية لازم تأكب من كل حاجة عنده من خلال الورق الرسمي هي دي المصدقية اللي احنا عايزين نوصل المشاهد وهي دي اللي احنا عايزين نعرف بها الناس عشان خاطر نبتدي نأثر المسافات على بعض لو في حد النهاردة هيقدر النهاردة يتواصل مع الدكتورة لازم يكون على نفس المستوى من المستوى التعليمي لازم يكون على نفس المستوى الثقافي لازم يكون على المستوى السن اللي هي بتتكلم عنه لازم يكون اعزب زيها في نفس الوقت لازم ان يكون قادر مدين على مصاريف الحياة ودي حاجة مهمة جدا وزي ما اتكلمت من شوية مع الاستاذة حنان هارجع عيد تاني الكلام مع استاذة حنان ان هي النهاردة مهمة بالنسبة لها ان هي تتجاوز بس تتجاوز شخص يكون مميز بالنسبة لها مش اي حد والسلام يعني هي مش هتقبل بأي وضع او بأي كيان هي النهاردة ليها اوضاع معينة او ليها ظروف معينة بتدور عليها عشان كده النهاردة احنا بنحاول ان احنا وصلها المشاهدين ومن هنا هو ده الدور اللي احنا بنقدمه ان الشخص النهاردة اللي هيتقدم لمدام حنان لازم يبقى عارف ان هو مطلوب منه طلبات مادية كبيرة عشان يوفرها لها عشان لو فيه نصيب حب ان هو النهاردة يرتبط بيها هي دي الضمان اللي هي بتضمن بيه حياتها مع الشخص اللي النهاردة بيلجأ لفكرة الجواز واللي النهاردة عايز يتوصل ليه طبعا هارجع تاني او استاذة حنان وهنتكلم عن حتة الزوجة التانية الزوجة التانية بالنسبالك مش عقك بايشك مشكال انا بلاقي فيه الناس كتيرة جدا بتبقى بالنسبالها الموضوع ده صعب ان هي ما بتقبلش وضع الزوجة التانية انا ما كنتش بقبل على فكرة وما كنتش هقبل خالص اه ايه اللي غير الامر بالنسبالك مش عارفة داتلي فترة كده يعني حتى ما حضرت اتصلت بحضرتك اول مرة حتى انا كنت في مود وحش جدا خالص يعني فانا برضو بسبب عدم المصدقية فانا فكرت ما شفت حضرتك البرنامج بتاعكم فانا قلت اكيد فيه حد هيبقى وسيط هيعرف للشخص اللي هيجي ايه بالذبط مصدقيته فعلا ده اللي خلانا تصيب حضرتك على فكرة يعني فالمهم اللي انا يعني تعبت بجد كتير جدا من كتر ما قابلت ناس ما عندهمش المصدقية فكان بالتالي هو ده كان الحاجة كانت صعبة بالنسبالي لا ام الزوجة تانية لا لا خالص طيب حتة ان احنا النهاردة برضو عايزين نوصل للمشاهد فكرة احنا ليه النهاردة ممكن في وضع استاذة حنان نقبل بوضع الزوجة تانية لان هي برضو عندها التزام عندها بيتها اللي فيه ابنها عايزة ترعيه من وقت للتاني عايزة النهاردة تهتم بظروفه في نفس الوقت يبقى لها الحياة الخاصة اللي بتبتدي تكمل بيها بيهت مشواره فاذا كانت هي النهاردة بتلجأ لوضع الزوجة التانية نظر للزروف وانا بحاول ان انا وصل ده لان فيه ناس كتيرة جدا المهاردة بتحاول لما بتتكلم معايا لا انا مش عايزة لاعزم لا انا مش عايزة لمطلق لا انا مش عايزة لاارمل لما بنفتح لنفسنا ببان مختلفة شوية بالله الاختيارات زادت من هنا هو ده اللي انا عايز اوصله المشاهدين ان فيه بعض الناس النهاردة بترفض موضوع الزوجة التانية نهائيا وتقول لا انا مش عايزة ابقى زوجة تانية وده حاجة مرفوضة بالنسبة لنا مع ان احنا في شرع ربنا واحنا كمسلمين ربنا شرع علينا مسن وسلاس وربايع طالما الواحد قادر ماديا وقادر جسديا ان هو يقدم في الحياة فبالتالي ربنا اكرمنا بالتعدد ومن هنا كانت هي دي الفرصة والداعي ان احنا النهاردة نوسع لنفسنا دائرة الاختيار لان عندنا النهاردة فيه كل واحد مننا بيبقى فيه بعض الحالات اللي النهاردة بتقابلني بيبقى عنده مشاكل معينة في بيته بيبقى عنده مشاكل معينة فبيحاول يهرب من ده بان هو يلجأ للجواز ومن هنا فيه ناس كتيرة جدا بتقول ان فكرة الجواز والتعدد في الجواز دي فكرة المفروض نحنا نقصالها عند كل الستات الموجودة وهو ده الامر اللي سنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ده اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى ان احنا النهاردة نتعدد عشان خاطر نبعد عن المحرمات عشان نبعد عن ان احنا النهاردة لما يبقى فيه واحد عنده مشكلة ما او ايا كان يلجأ لعلاقة غير شرعية او يلجأ لاماكن غير شرعية عشان يبتدي ينسى بيها مشاكله ففكرة ان احنا النهاردة بنقول يا جماعة الزوجة التانية ونحاول ان احنا نفتح شوية في مجتمعنا ونفتح نظرة الستة النهاردة للوضع بتاع الزوجة التانية ده اريح لنا اريح لنا كلنا ان هتعف بعض الناس وناس كتير او شريح كبير جدا من المجتمع عن ان هو النهاردة يخش في علاقات او يعمل اي علاقات من هنا او من هنا ويهرب من مشاكله بشكل او باخر ويقزي نفسه في النهاية كلنا اعمرنا بسيطة يعني محدش ضامن اللحظة اللي هيعيشها هتكمل ولا مش هتكمل بس لو النهاردة اللحظة دي كملت في حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى ده كرم من عند ربنا انما لو النهاردة اللحظة دي انتهب بينا واحنا لقدر الله في حاجة مش مظبوطة بنعملها هتبقى الموضوع كبير جدا فمن هنا عايزين نوصل للناس اللي النهاردة بتتبعنا حاولوا قدر المستطاع ان احنا نوفر فكر جديد فكر التعدد لان في النهاية كل واحد مننا النهاردة بيبقى عنده ظروفه الخاصة اللي بيبتدي يهرب منها فلما يهرب منها بالحلال احسن مليون مرة من ما يبتدي يعمل علاقة او اتنين او تلاتة او اربعة وهيبقى فيها مشاكل ليه في النهاية في الدنيا وفي الاخرى فهو ده الامر وفي نفس الوقت لما بيبقى الواحد فيه علاقة بسيطة بينه بين الست وبتبقى هادية كده بدون مشاكل متدقين من بعض شوية فنبعد عن بعض شوية نبتدي خلاص الدنيا هدية والامور كويسة نرجع تاني لبعض بشكل كويس فبتبقى من هنا فيه استقرار كويس للزوجة حتى الست تبقى مرتاحة بدلا من الراجل او الست يبقى النهار ده باستمرار في حالة من حالات النرفازة او الزعل او المعاناة بسبب او باخر فيبتدي طول النهار مشاكل وصراعات وخناقات ومن هنا بيبتدي على طول يتولد الكره بين الطرفين وهو ده المشكلة انما لما بنبعد عن بعض شوية بيبتدي الامور تهدى وتبتدي تاخد الشكل اللي يبقى فيه راحة نفسية طبعا السيدة حنان لو حصل نصيب بمشيئة الرحمن لحد من الناس اللي المهاردة بيتابعنا واللي بتشاهدنا هل الاقامة تاعته معاكي هتبقى في نفس المحافظة ولا ممكن تنتقري في اي مكان يعني حتة الاقامة في اي محافظة بالنسبة لك برا مصر وجوه مصر مفيش مشكلة لان ولادك ما شاء الله واحد مسافر برا ومقيم برا والتاني يحصل ويبعت لك ويروح ايطاليا بردو تمام وإحنا زي ما قلنا من شوية ان ابنها التاني هو عنده حاجة وعشرين سنة وهو ما شاء الله يعني معتمد على نفسه وهتبقى بس كل حكاية ان هي بتراعي الابن من وقت للتاني فهو ده الامر اللي النهاردة هي بتدور عليه ان بردو يعني يفضل ان النهاردة الشخص اللي النهاردة هيلجأ لموضوع الجواز او هيبتدي يعرض نفسه عليك من خلالنا هيبتدي من هنا يبقى عارف ان في طلبات معينة ان هيبقى عندها ابنها من وقت للتاني هيبقى فيه التزام من ناحيتك ليه ولازما تراعيه ولازما من وقت التاني تبقى موجودة معنا ده شرط من يعني طلب من طلبات اه ده طلب واساسي طلب اساسي جدا تمام مثل انا ما ارتبطتش هو بابا مطافي بقى له ست سنين حضرتك تمام انا ما فكرتش جرام ابني خلص واحتمد على نفسه وابتدى يشتغل تمام ما حاولتش اللي انا افكر في باس جرام اما خلاص اطمنت عليه يعني حسيت ان الوضع خلاص اكتمت بالنسبة لك اطمنت عليه خلصت اه ما شاء الله ربنا يخليهم لك وبإذن الله نحاول نوصل الصورة دي عند الناس لاني انا بلاقي فعلا ناس كتيرة جدا النهاردة بتيجي تلجأ لنا وبتقصدنا في موضوع الجواز ومن هنا بلاقي في بعض المشاكل اللي بتقابل الناس وزي ما قلت من شوية جماعة ان حتة الزوجة التانية ممكن بتبقى عائق عند الناس بس النهاردة مادام حنان تغلبت عليها وتغلبت على المجتمع اللي احنا فيه وعلى ان في بعض الناس بتخجل من ان هي تعرض نفسها او تتكلم عن رغبتها فهي النهاردة قسرت الحاجز كنت يعني محرجة جدا بفكر هاجي ولا لأ ازاي طبا انا هاجي يعني ازاي بس انا تعبت من قطر الناس اللي حوالينا وما فيش فيه اي مصدقية طبعا على فاكرة انا بيتقدم الناس جدير جدا وكمان اصغر مني ماشا الله ايواء وكمان مجوزوش كهولس كمان وكمان مش هنصدقني بس هي دي حقيقة بس انا مش اي حد ماشا الله مش اي حد يعني دي مشكلتي انا عاوزها بقى سوبرمان لو تعرفت جبلنا سوبرمان ده خلاص ده في كوكب تاني مش هيبقى عن ده ايواء انا تقدمني احلامي سوبرمان طبعا احنا زي ما بنسمع من الناس ان كل واحد بيتمنى احلام بس سبحان الله عادة بتبقى الواقع ساعات كتير مختلف يعني ربنا بيبقى كاتب لكل واحد حاجة هي الاصلح لي ممكن انا باتمنى اعيش في مكان تاني او مع حد تاني بس سبحان الله ربنا بيكتب لي وبيسر لام هو ده الاحسن لي فعشان كده هو ده الاختيار اللي احنا بنرجع نقول ان سبحان الله اختيار ربنا احسن باليوم مرة من احلامنا فاتمنى باذن الله ان احنا نلاقي الشخص المحترم اللي يكون ياليق بيكي واللي يكون النهاردة باذن الله عنده نفس الفكر بتاعك ونفس المستوى بتاعك والمصدقية بتاعته اللي احنا اتكلمنا عنها وطبعا احنا النهاردة اتكلمنا بجراءة اتكلمنا على الهوى معنا ضيف وبتكلم عن نفسه اتا مستحيل ان انا اطلع الهوى وقيتك نهاردة مستحيل فكان النهاردة فسبحان الله يعني فطبعا ده حاجة شرفتني دي حاجة شرفتني وساعدتني بجد ان انت كنت النهاردة معنا وضيفة بتعليني عن نفسك وعن رغبتك وده لاني تعبت تعبت من مش من حاجة من الناس اللي حوالينا يا جد كل مش حاجة عدم مصدقية نهائي في اي حاجة تمام طبعا يا جماعة زي ما قلنا احنا النهاردة بنقصل لكلمة اساسية بالنسبة لنا هي ان احنا لازم نكون واضحين ولازم نحط فعلا بجد نفسنا في وضع يريحنا مع الناس يعني ايه وضع يريحنا مع الناس يعني كل ما كنت صادق في كل كلمة بقولها كل ما كنت صادق في كل فعل بقوله وبعمله بالتالي هرتاح مع الناس لاني مش هيبقى فيه وجهة خلاف بيننا وبين بعض فهو ده اللي احنا النهاردة عايزين نوصل له ان لو النهاردة البنقادم صادق مع الشخص وصادق مع نفسه هيرتاح لاني مش هيوجد اي مشكلة خلي بالك انا كنت قاعدة في اوروبا كتير جدا ده كان عندي مصدقية في اي انسان قدامي المصدقية جدا يعني انا تاتي جدا بسدقى كل حد انا فعلا لان انا تعودت الناس اللي حوالي واصحابي ودهيني حوالي كله في مصدقية ما فيش زي انا دزلت مصر وصدمت في كل حاجة سبحان الله كل حاجة يعني احنا كمصريين عند ناش المصدقية اللي موجودة عند الناس التلينة او عند الناس انا تعلمت منهم انا عشرطوم سنين فاخدت تابعهم في كل حاجة حتى انا حدث بكلم معي انت عندي مصدقية وعمري ما هجد اوالي فقدور لا بالعكس انا جدت متابت جدا ومشاوزان ده من اللي انزلت مصر لا باذن الله ما تندميش وباذن الله الفترة اللي جاية هتكون بداية حياة جديدة وباذن الله تلاقي كل اللي انت بتتمنيه طبعا يا جماعة انا عايز الفة نظر المشاهدين ان احنا لنا صفحتنا على الفيس باسم جريدة ترتباط للجواز واللي النهاردة ما تتابعناش قبل كده واللي ما شافش لينا برامج بتاعتنا اللي احنا كنا بنقدمها ممكن يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك باسم جريدة ترتباط للجواز ومن هنا هيوصل برضو لكل الحاجات اللي احنا بنستعرضها واللي احنا بنقدمها طبعا انا عايز برضو ألفت نظر الناس للامر اللي احنا النهاردة برضو بنقصله ان احنا النهاردة بتاعتنا خاصة بجريدة ارتباط وهي دي بتتداول موجودة في كل محافظات مصر والمسؤولة عن توزيع هي جريدة الجمهورية وجريدة الجمهورية هي جريدة قومية وهي المسؤولة عن توزيع وليها منافس توزيع في كل محافظات مصر وبيبتدي من هنا الشخص يشتري الجريدة بيلاقي المواصفات كل واحدة بيبقى مثلا تعريف عنها إذا كان أنيسة أو مطلقة أو أرمالة بيبقى سنها موجود مذكور في قلب الجريدة بيبقى موجود الطول الوزن المؤهل الدراسي المحافظة اللي هي منها طلباتها ورغباتها في الشخصية مع رقم تلفون طبعا رقم التلفون اللي بيبقى نازل لكل واحدة هو رقم خاص بإعلان بيبقى شريء المشترك عندي رقم معين بحيث أنه هو يدور به على موضوع الجواز ولما بيوصل لفكرة الجواز وبيبتدي من هنا يلاقي الطلب بتاعه بيستغنى عن الرقم وبالتالي هو كده في وضع خلاص وصل لهدفه ووصل لطلبه فبالتالي بنبتدي نستغنى عن الرقم ده ونرجع لحياتنا الطبيعية اللي احنا بنتمنى طبعا أنا برضو عندي بعض الناس اللي عايز أتكلم عنهم واللي هم مشتركين معايا واللي بيدور لهم على حد يتناسب معاهم من كل الناس اللي بيتتبعنا وهو ده الفكر اللي أنا عايز بيدور عليه باستمرار وان أنا أعرفه للناس ان أنا بحاول أدور بره السندوق يعني أنا ما بحاولش ان أنا أدور للراجل أو للست في وسط الناس اللي مشتركة معايا بس لا أنا بستغل النهاردة وجودنا في قلب القناة ان احنا النهاردة بنحاول ندور على الناس اللي هي تتناسب مع الراجل أو مع الست اللي اللي جاء لنا واللي موجود النهاردة في المشاهدين اللي بيتتبعنا واللي أكيد دول حجمهم مش قليل طبعا أنا النهاردة عندي برضو أخ مشترك معايا وهو موجود ومقيم في السعودية عنده 37 سنة وهو في الأصول من الصعيد ومقاول وبيشتغل شغله ثابت هناك وبإذن الله نازل الفترة اللي جاية في الشهر اللي جاي شهر 12 بيدور على حد يكون يتناسب معايا حد يكون مواصفاته تتناسب سنيا مع نفس المواصفات اللي احنا قلنا عليها 37 سنة عايز حد يكون يقبل بوضع الزوجة التانية وهو زي ما قلت هو شغله هيبقى هنا بإذن الله في الفترة اللي جاية وهيستقر في مصر هو شغله بين الغرداء وبين القاهرة والزوجة الأولى موجودة في السعيد فهو الزوجة اللي النهاردة بيبناها واللي هو بيدور عليها حد يكون جميل حد يكون على قرم الأخلاق وحد يكون متفاهم للوضع بتاع الزوجة التانية وزي ما قلت هو حد متأسر الحال ما يصور الحال جدا وبيدور على واحدة يكون سنها مناسب من 25 لحد 35 سنة ما فيش مشكلة بالنسبة له أنسها مطلقة أرملة المهم أنه هي تقبل وضع التعدد ومن هنا الفكرة دي اللي أنا عايز أطرحها الناس إن كان فيه واحدة من الناس اللي بتتابعنا واللي بتشاهدنا شايفة أنه هو مناسب لي وملائم ليها تكلمني بعد الحلقة وبحتاج منها صور بطاقة أو صورة شخصية وبحتاج بياناتها كاملة وبيبقى طبعا كل شخص النهاردة اشترك معايا بيبقى فيه اشتراك مادي بيبقى دفعه بحيث أن احنا نقدر نخدمه ونساعده في أن احنا نوصل صورته لحد ما يوصل للأمر اللي هو معاه واللي هو بيدور عليه برضو عندي أخ تاني النهاردة هو موجود هو عنده حوالي 45 سنة أو 44 سنة بالزبط وهو عاقد شرطة وهو في الأصول في الأصل من الصعيد وبيدور على حد تقبل برضو وضع الزوجة التانية عايز حد يكون مصقف عايز حد يفضل تكون مطلقة أرملة بدون أولاد أو حتى يكون عندها طفل صغير ما فيش مشكلة عايز حد يكون ميسور الحال يعني حد ما يكونش أقل منه في المستوى وهو عنده سكن هنا موجود في القاهرة غير السكن التاني اللي هو بتاعه اللي موجود في الصعيد وفي نفس الوقت بيدور على حد يكون يتناسب معاه من خلال الثقافة من خلال الأدب حد يكون واحدة يكون بنت عيلة واحدة يكون جميلة واحدة يكون مثقافة واحدة يكون بتقدر وضع الزوجة التانية ومن هنا هو ده الأمر اللي احنا بنترحه على المشاهدين يعني أنا النهاردة بدور في وسط الناس اللي النهاردة بتتبعنا واللي بتشاهدنا عن شخصيتين واحدة زوجة تانية الأخ مقاول بيشتغل بر مصر وهو عنده 37 سنة وأخ تاني عنده حوالي 44 سنة بيدور على زوجة تانية هو عقيد شرطة وبيدور على حد يكون برضو سن يكون مناسب يفضل أنيسها مطلقة أرملة سن من 35 لحد 40 أهم حاجة بالنسبة له حد يكون مستوى العلم كويس مستوى الاجتماعي برضو يكون حاجة كويسة محترمة ولو منقبة كمان ده بالنسبة له تكون أفضل وأحسن فاللي شايفة نفسها من الناس ينطبق عليها أي اختيار من الاتنين تكلمني بعد الهوى ونبتدي بإذن الله نشوف إزاي نتواصل معاهم وإزاي نبتدي نوصل الصورة دي للناس اللي النهاردة بتتبعنا طبعا النهاردة فكرة الإعلان يا جماعة هي دي الفكرة الأساسية اللي أنا بحاول أن نتكلم فيها باستمرار أن نحن النهاردة بندور من خلال وصف كبير قوي هو الناس اللي بتتبعنا والناس اللي بتشاهدنا ومن هنا بنحاول نوصل لأكبر كم من الاختيارات هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنتميز به عن الناس اللي بتتبعنا وعن الناس اللي النهاردة بتشتغل معنا أن احنا بنحاول نقدم حاجة صدقة من خلال أن احنا النهاردة بننزل بيانات الناس من وقت للتاني في قلب الجريدة بتاعتنا اللي بتبقى متدولة في كل محافظات مصر وبيبتدي من هنا كل شخص يبتدي يتلقى اختياراته من المجتمع اللي النهاردة بيتابعنا واللي بيشاهدنا وهي ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنحاول قدر مستطاع أن احنا نقصلها وبنحاول نعرفها للناس من خلال واقع شغلنا طبعا هل في تنظر الناس تاني للأخت الدكتورة اللي كانت معنا من شوية في الاتصال أن احنا حطينا رقم تليفون وده رقم خاص بإعلان عشان خاطر أي حد من المشاهدين يقدر يوصل لها والنهاردة اللي حابب برضو يتواصل مع مدام حنان وشاف أنه هو يتناسب ظروفه مع ظروفها هيبتدي يكلمني بعد الهوى على الأرقام اللي موجودة بتاعتنا على الشاشة ومن هنا هنبتدي نعمل عملية التوفيق لو فيه نصيب بمشيئة الله ولقينا الشخص اللي عنده نفس المستوى المادي اللي يقدر يوفره لمدام حنان والعيشة اللي هي بتتمناها وفي نفس الوقت تحدي يكون صادق زي ما هي ما قالت وزي ما هي ما طالبت من الناس اللي بتتبعنا لأنها افتقدت ده في المجتمع بتاعنا في حين أنها كانت تلاقيها بره مصر بشكل أعلى من كده بكتير يعني طبعا ده حاجة تعبنا بس احنا متأكد بشكل أساسي أن احنا عندنا ناس جديرة بالاحترام بسبب أنهم فعلا عندهم صدق وعندهم فعلا نية حسنة وأنا متأكد أن بمشاقة الرحمن في الفترة اللي جاية هتلاقي الصورة اللي أنت كنت وغداها عننا وعن الناس المصريين اتغير في مع الوقت بمشاقة اللي جاية مصر بحب مصر ونزل عشان مصر أكيد في الأكر كده يعني طيب احنا طبعا بنشكر الناس اللي كانت معانا والناس اللي كانت موجودة وبنتمنى بإذن الله من احنا كنا ضيف خفيف على كل المشاهدين وبتمنى للأستاذة حنان أن هي تلاقي الأمر اللي هي بتتمنىها وبتمنى للدكتورة أن هي تلاقي الأمر اللي بتمنىها وبتمنى لكل المشاهد كان معانا بيتابعنا أنه هو يصل للأمر اللي هو عايزه بمرض الله سبحانه وتعالى شكرا لك وشكرا لحسن استماعكم شكرا